المفروض فيه مفاجأة ستكون أو سيعلن عنها عبدالقادر بوعزارة خلال تصوير البرنامج نعود إليها بعد قليل قبل ذلك فيصل ميتاوي مبادرة العائدات للتضامن مع فلسطين مع غزة الجريحة كما قلنا هذه المبادرة طبعا ربما بالنسبة للجزائر في مواعيد سابقة هي ليست المرة الأولى ولكن كثقافة ثقافة التضامن يعني إعادة بعد هذه الثقافة خطوة مهمة أكيد خاصة الشعب الجزائري داما يصنع المعجزات في مجال التضامن سواء الداخلي أو حتى الخارجين مثلما شاهدنا مع الشعب السوري في وقت سابق مع الشعب الفلسطيني ما حدث في درنا في ليبيا الجريحة كذلك بسبب الفيضانات وغيرها حتى مع الدول أخرى أعتقد أن هذه الثقافة جميلة جدا وأنا تمنى أن تكون العائدات كذلك مع ملاعب كرة القدم يعني لماذا لا تشارك ملاعب كرة القدم بعائدات مثلا للشعب الفلسطيني هذا ممكن جدا وخاصة المبادرة أعتقد البعزرة ومبادرة جميلة أن يجتمع 150 فنان جزائري فوق هذا الركح ويغني الفلسطيني كما قلت أستاذ ميساك ليس لحظة طرف فقط مبادرة من الفنانين لمساعدة هذا الشعب الجريح يعني الشعب اللي يعاني من جرائم الحرب جرائم إنسانية تقصف سيارة الإسعاف والمستشفيات والمدارس والأطفال لغير ذلك جرائم بشعة لم ترها الإنسانية بوقت سابق والثقافة دائما تقف عندما الإنسانية تتوقف الفن يرفع صوته عندما البعض من الساسة يسكتون وبالتالي فأعتقد أن هذا الحفل جميل جدا وتمنى شخصيا أن تكون هناك عدة حفلات ليس حفل الحفل واحد ربما في الجزائر أو خارج الجزائر أو خارج الجزائر العاصمة باش العائدات تزداد لأن أن تكون عائدات لحفل واحد جميل وأن تكون عائدات لعائدات حفلات فهو أجمل كما قال أستاذ ميساك مثلا في الجزائر عندما في حرب التحرير عندما كان الشعب الجزائري يناظر ضد المستعمل الفرنسي البشع كانت فرقة جبة التحرير في 1952 ترفع صوت الجزائر عاليا بالمسرح بالموسيقى بالأناشيد وحتى بالسورة والسينما وبتالي الثقافة دائما كذلك سلاح قوي لدفاع عن حقوق الشعوب المهضة